اهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا الاسبوع من بودكاست حوارات المعرفة مرحب بكم وبضيفتي الفنانة التشكيلية سمر الحريص حياك الله سيدة سمر حياك الله انا كنت سعيد انه كنت يعني فتحت مزاد لوحة المليون ريالة التي يعني سهمت فيها في مبادرة ريش الطيف حدثينا عن هذه اللوحة الله يسعدك هذا شرف كبير لي الحمد لله هذا العمل كان عبارة عن عمل تطوعي قدمنا انا ومجموعة من الفنانين والفنانات التشكيلين السعوديين كانت المبادرة من جمعية اسر التوحد اطلقوا هذه المبادرة باسم ريش الطيف في البداية رشحتنا احدى زميلاتنا الفنانة مها صويانة وجهلة تحية فكلمتنا عن المبادرة فكان احنا الفنانين التشكيلين على حفظ طبقة كبيرة منهم يحبون المبادرات التطوعية يحبون العطاء فقلنا خلينا ندخل ونعرف خاصة انا يعني كانت شي جديدة عليه موضوع طيف التواحد بحكم انه ما شفت اول تواصل لك مع طيف التواحد اول تواصل لي حتى اول معلومات كنت اتعلمها عن المصابين بطيف التواحد اخذنا كذا ورشة عمل فسبحان الله يعني حستني حبيت الموضوع جدا لدرجة اني طلعت من ورشة العمل وقعت اقرأ عن المصابين بطيف التواحد وعن طريقة التعامل معهم فكانت صراحة تجربة جميلة يعني بعد ما صار اول اجتماع لنا مع الاطفال المصابين بطيف التواحد تعرفنا عليهم فهذا اليوم هو اللي تعرفت فيه على الطفلة اللي كانت معاي اللي ساهمتوا مع بعض في اللوحة ساهمنا مع بعض في اللوحة كنت احاول بقدر استطاع عني تقدر تقول اكون انا وسيلة التعبير عن الاشياء اللي داخل هذه الطفلة حاولت اني انويها نخلط اللون مع بعض مسكت يدها انويها على الفرشة بحيث ان انا نخطط يعني لو تضيف هذه الطفلة لون لمسات بسيطة هي بحد ذاتها تعتبر انجاز كبير لها كانت تجربة جميلة جدا والاجمل لما وصلني خبر انها وصلت الاعلمة بيعا حلو انك لما تبادر في شيء وتشوف انه ترك الاثر الكبير يعني هذا انجاز لو مهما اوصف لك الشعور فيه ممكن ما رح اوفي ولا جزء بسيط منك كيف اخترت فكرة اللوحة هذه؟ فكرة اللوحة انا التكنيك اللي هو يمثل هويتي الفنية هو دايما يكون فيه العفوية في اللون الجرأة في رش الالوان يعني احاول قدر استطاع اني اترك المشاعر هي اللي تتلاعب في الالوان وطريقة يعني رشها على العمل الفني فحسيت انه طريقتي هذه جدا مناسبة انها تكون عفوية بحيث انه انا والطفلة نقدر نعبر عن كل شيء بدون ما يكون فيه قيود فلعبنا بطريقة الالوان وسبحان الله احيانا حتى العمل بدون تخطيط يطلع مشاعر الفنان فيه او المشارك مع الفنان فيه يعني الحمد لله حسيت انها ترجمت شيء كثير من اللي في داخلنا من خلال هذه التجربة تعتقدين ان الفن قادر على العلاج بعض الحالات المرضية؟ او الحالات المفسية؟ انا مؤمنة ايمان قوي بان الفن هو سلة علاج لانه دائما العامل النفسي يتحكم في الانسان سبحان الله احيانا ممكن يتحكم في صحة الانسان وحتى في الجهاز المناعي للانسان نفسي ترى ما تكون كويسة فتعبير المشاعر عن طريق الفن انا شوفه يعطيه حتى شفت انا نماذج اثناء اختلاطنا بالعالم يعني مصابين بالتصلب اللويحي ومصابين بامراض كثيرة كان الفن يعني سلاح اعطاهم الدعم يعني بشكل فوق المعقول والسبب يعني اثر ايجابي على حالاتهم اثر ايجابي كثير خاصة لما يمرون في مرحلة الازمات وتبدأ تعطيهم الالوان والفرش وتلقاهم يعني بدأ يعبرون يعني بدون كلام يعبرون بدون كلام وحتى سبحان الله نفسيتهم وتقبلهم حتى للواقع حوالينهم يتغير كثير طيب ترين انو المعارض الفنية لها دور في رفع الوعي الفني للعامة يعني غير المتخصين هي لها دور كبير صراحة لها دور كبير في نشر ثقافة الفن لها دور كبير برفع ذائقة برضه المتذوق من كثر ما هو يشوف ويتفرج يعني تلاقي يعني يمكن لو اقارنها قبل عشر سنوات كان المتذوق يدور في المعارض اذا ما شاف لوحة واقعية او قريبة من الشي اللي يفهمه تلقا يمشي من عندها على طول ما يوقف حتى يتأملها لكن الان لا صار افراد المجتمع كلها تعرف انواع الفنون وتعرف مدارس الفن التشكيلي وتحاول حتى الفن اللي ما تفهمه تلقاها توقف قدام اللوحتك انت تتأمل تحاول تفهم او توصل للي ايش يفكر فيه الفنان هل انتو كفنانين راضين على الدور الاعلامي هل فيه اعلام متخصص في الفن التشكيلي في رأيك او انكم تعانون يعني انتو وصلوني احنا بصراحة نعاني واعلام متخصص بالفن ما في بس صاير الموضوع يمكن كفنانين اجتهادة شخصية ان السوشال ميديا صايرة الان تخدم انه كل واحد يوصل ويعرف شلون يسوق النفسه عن طريقة للمواقع تواصل الاجتماعي بس برضو احنا ما ننسى الدور الجمعيات مثل الجمعية السعودية الفنون التشكيلية وجمعية الثقافة والفنون تدعم وتسور اتاحتها الفرصة للفنانين على الاقل لو بدخول المعارض العامة فهذا شي جميل يخدم الفنان التشكيلي طيب كفنانة هل ترين انه الرسم مجدي ماليا هل تتفرغون للفن كفنانين هو مجدي ماليا بس ضروري ان الفنان يعرف كيف يسعر اعماله الفنية يكون واقع يعني منطقي يكون منطقي ويعرف كيف لازم يفهم انه مرحلة الفن التشكيلي هي عبارة عن مرحلة تدرج مثله مثل اي مثل تسلسلك الوظيفة يعني انك لما تتوظف في البداية كيف يكون راتبك كيف يكون مستوى خبرتك كيف الشيء اللي انت تقدمه لما تناظر نفسك بعد عشر سنوات اكيد رح يكون مستوىك اقوى خبرتك يعني اكثر حتى المادة اللي انت تقدمها تكون على احترافية فهي نصيحة اللي يقدمها الفنان انه لازم ترضى بالقليل في البداية لحد ما تثبت نفسك وتطور مهاراتك يعني فالمغالاة شوي في الاسعار ورفعها بشكل خاصة للفنان اللي لسه في اول المشوار احيانا ترا هي اللي تكسر الفنان هو ما يدري عن نفسه انه مبالغة في تقييم عمل الفني اكثر من الواقع يمكن اكثر من الواقع خاصة لما تكون سنوات الخبرة فيها المجال قليلة جدا وغير معروف يمكن غير معروف يعني سنوات الخبرة فيما تزيد مثلا على خمسة ست سنوات فلما يطلع للأسعار العالية اللي فوق الخمسين وستين الف انت كذا كفنان اذا ما راحت اعمالك بهذا السعر وجلست وبعدين رجعت نزلت اسعارك انت تكسر نفسك كفنان لابتكون واقعي في البداية يعني المفروض هذا المفتر طيب كيف سوف يندعم مزارة الثقافة للفن والفناني الى الان والله هي دعمها جميل للقرارات الاخيرة في اقتناءات اعمال الفنان التشكيلي السعودي ما شاء الله يعني توجهت لنا قطاعات خاصة وشركات مؤسسات يعني وحكومية لاقتناء الاعمال الفنية هذه دفعة كبيرة ان الفناني يطور من نفسه يعني كثير من الفنانيين ممكن انه يعتمد عليها كمصدر دخل فهذه القرارات والاتجاه على اعطاء الفن حقه من ناحية مادية ومن ناحية تقدير الفنانين برضو لا دفعة معنوية كبيرة طيب لو خذيتك الى البدايات كيف بدأت معك اللوحة الاولى في حياتك كيف عرفت انك فنانة يعني هو لو فكرنا فيها من ناحية كهواية اللوحة الاولى من الطفولة يعني يمكن بدأت شخبيط اكثر مما هي كانت اعمال فالحمد لله يعني تطورت مع الايام مع الممارسة وكمل دراستي الجامعية في نفس التخصص متى وصلت مرحلة الاحتراف تقولين خلاص يعني انا والله شوف مرحلة الاحتراف يمكن كل مرحلة ينتج فيها الفنان عمل يشوف انه حس انه نفسه انه في القمة لكن تجي بعد ثلاث اربع سنوات اشوف نفس العمل اقول يا الله كيف كنت انا احس انه هذا اقصى شيء انا ممكن اوصل الوعي تطور مع الخبرة مع الوقت الوعي تطور نظرتك للفن النضج الفني في خلال المراحل ترى احيانا انت تلاحظ النضج الفني في الاعمال خلال شهور فما بالك خلال سنوات طيب كيف تقوسك في الرسم تقوسي في الرسم الفترة الاخيرة للي وصلت للان اصحنا صار فيها انطلاقة صار فيها حرية صار فيها رش اللون يعني عادي تلقى اللون وصل للسقف يعني معندي مشكلة عكس البدايات اللي كان فيها حرص في الفنان دايماً يبدع حريص في التعامل مع الخصات صار في تغير فكري او تطور صار في تغير فكري صار فيه تقدر تقول اعرف كيف اتعامل مع الخامة اللي بين يديني عشان كذا صار في حوار بيني وبينها طيب معارضك الفنية الشخصية هل كان لها اثر عليك؟ طبعاً كان لها أثر كبير معرضي الشخصي الأول أنا من نوعية الناس اللي أحب أني أدرس التجربة قبل ما أطرحها يعني ما أنا متسرعة في عملية الطرح فكانت فكرة معرضي الشخصي جلست أشتغل عليها تقريباً ثلاث سنوات ونص من حيث دراسة وتجربة ويعني الدرجة أنه في أعمال اشتغلتها لمدة سنتين ما فنشتها لقبل المعرض الشخصي يمكن بثلاثة شهور قدماني أعطيتها وقتها وعطيتها حقها في الجهد وفي التفكير وفي كيف أنه أظهر في أول معرض شخصي لي يكون بطريقة ترضيني أنا كسمر الحريص كانت في تجربة الهوية فنية مختلفة عن الشيء التقليدي أنا من الناس اللي يعني أقول أكيد أنه لازم الفنان يحط عنده الأسس لبناء العمل الفني يعني دايماً القواعد الأساسية في أي شيء هي لتنجح هذا العمل لكن مو ظروني أني أكون أنا نسخة أو متأثرة بفنان قديم أو فنان عالمي أو مدرسة معينة طالماً حققت الأسس في العمل الفني من ناحية بناء ومن ناحية اللون اللي فيه فأنا أقدر أنطلق بطريقتي أنا وهذه اللي أنا عملتها في معرضي الشخصي الأول اللي هو كان اسمه معرض هوية وسميته هوية لأنه يمثل هويته الفنية وكم عملت معرض الآن؟ يعني هل فيه فترة معينة لكل معرض أو أنه حسب الترتيب؟ أنا اللي أعملت معرض شخصي واحد مثل ما قلت لي كان أحاول أن يكون حريصاً يأطلح تجربة قوية لكن شاركين في أغلب المعارض الثانية؟ لكن من يمكن من الألفين وعشر وأنا أشارك في جميع المعارض العامة الحمد لله هل شوفين أنه الفن يعني لغة عالمية سهل يفهمها حتى غير الناطقين باللغة العربية؟ الصحي وكيف أثرها عليهم يعني؟ فعلاً هي لغة يفهمها كل الشعوب يفهمها لأنها تخاطب النفس قبل لا تخاطب اللسان يعني ممكن بس فقط أنك تلقي نظرة وتتأمل في ملامح عمل فني توصلك رسائل مو بس رسالة واحدة ففعلاً أنا أشوف أن الفن لغة العالم لغة واحدة تجمع العالم كله هل هذا ممكن يكون قوة ناعمة للسعودية مثلاً في المعارض الخارجية؟ والله نطمح إن شاء الله أن يكون لنا الأثر الكبير يعني طالما في الطموح طالما في الدعم طالما إحنا نحاول فشي طبيعي أنه بإذن الله بإذن الله رح يوصل الاسم للفنانين التشكيليين السعوديين للعالمية بس أنه ضروري الفنان يشتغل على نفسه صح دائماً لا يتسرع في الخطوات يحاول بقدر الاستطاعة أن يدرسها صحيحة بحيث أنه لما يخطي خطوة للأمام تكون هذه الخطوة ثابتة ومتزنة هل في صعوبات تواجهكم كفنانين؟ هو صحيحة في صعوبات يعني لكن الحمد لله أنه إحنا يعني نحاول بقدر الاستطاعة أننا نخلق لنفسنا الجو المناسب كانت يعني في صعوبات في الأماكن اللي إحنا نقدم فيها الفن يعني المعارض يمكن أولي المعارض والله في جهات يعني أو الصلاة الدائمة يمكن ما في الصلاة الدائمة يعني إحنا لما كنا في بدايتنا لما نتجه للقطاع التجاري القطاع التجاري له نمط معين في الأعمال الفنية اللي هو يضمن تسويقها زي مثلاً عندك الأعمال التأثيرية المعيلة للتجريدية أو التجريدي البحث يعني هي تقريباً السائدة من ناحية مبيعات زي الفنان الانطباعي أو الواقعي ما عليها الإقبال في الاقتناء أكثر من الأعمال التجريدية فكنا مو بسهولة تلقى مكان أصلاً أنت تعرض في أعمالك طبعاً عدا الجمعيات كانت هذه أبرز صعوبة يعني كانت هذه أبرز صعوبة كنا يعني نحاول كوسيلة انتشار مثلاً إحنا كبنات كنا نروح نرسم في مقاهي أو في أماكن عامة فكانت نوعاً ما متعبة ترى لنا لكن الحمد لله يعني أنا خطيت خطوة اللهم عليك الحمد وفتحت غاليري فني خاص فيني أنا ومجموعة من الزمل والزميلات فصارت تقدر تقول المتنفس مرسم وغاليري لعرض الأعمال منها نشتغل ونلقلنا مكان مكان أجواء فنية يعني مناسب للفنان التشكيلي ومنها تسويق للأعمال الفنية مارسها ممعرض في نفس الوقت أي وبالضبط ومفتوح لكل فنانين أو فيه ترتيبات لا والله إحنا مجموعة فنانين خاصة لنا يعني نجتمع فيه دائماً ومسوين اجتماع كل يوم سبت الباب مفتوح لكل الفنانين يجتمعون سواء مبتدئين أو محترفين منها أننا نمارسها لهواية مع بعض ومنها أنه يستفيدون برضو اللي في بداية مشوارهم يعني مثل ما إحنا واجهتنا بعض الصعوبات نتمنى أن الجيل الجديد أنه يتخطاها بسرعة ما يتعب فيها مثل ما تعبنا فيها قبض لو سألتك عن الفن الواقعي هل ترين أنه الأقرب لك وأقرب للناس أو عندك مدرسة أخرى تميلين لها أو شوف الفن الواقعي هو المدرسة الأم تقدر تقول هي مثل حروف الهجاء للإنسان اللي لسه في بداية مشواره أنا بوجهة نظري وأنه المدرسة الواقعية إذا ما بدأت فيها ما رح تتسلسل المدرسة الفنية الثانية بشكل يعني صحيح لما أتعلم الواقعية لما أرسم فيها أتقل فيها النسب العنصر اللي أنا أشتغل عليه أتقم فيها الظل والنور أتقم فيها المنظور بعدها لما أتدرج للمدرسة التأثيرية أو الانطباعية لما أصل لمرحلة تجريدية بيكون كل بنائي سليم مثل الشاعر لما بيكتب قصيدة وحصيلة اللغوية مو كويسة تلاقي إلا لازم تلقل قصيدة يستدم في عقباته ويبان أنه يعني يبان أنه في مكان من ضعف يكون عنده لكن لما يبدأ بالواقع ويتقنه وبعدين يتدرج المدرسة الأخرى فيكون بناء أو وصوله للنطج الفني على أصوله فالمدرسة الواقعية أنك أنت تشوف الواقع فيها تشوف عنصر تشوف مثلا بورتريل شخصية تشوف منظر طبيعي في شيء طبيعي دائما تكون هي المحبة بالنفس وهي الأقرب يعني عادي يفهمها الصغير ويفهمها الكبير هي الخطوة الأولى بالنسبة للفنان ودليل قدرة الفنان يعني بالضبط عموما هي الأصعب يعني أنك تقدر تحاكي الواقع مو شيء سهل فاللي يتقنها القادم بيكون أسهل عليه بكثير من لما يكون بدأ على طول ويقدر الواحد يقول عنه أنه فنان يعني إذا قدر أنه بعضه اختلفه في موضوع تسميته هل هو فنان أو هو رسام لأنه رسام عبارة عن شخصية ينقل الواقع بدون ما أنه ممكن يكون يبتكر شيء جديد خاص فيه فهذا الفرق بين الفن والرسم لكن لازم أبدأ رسام عشان أتقن الأساسية بعدين يتحول الفنان بضلط نعتقد أنه كلها مع بعض كانوا أيام الجامعة كانت الدكتورة تقول الله يذكره بالخير تقول إحنا علمناكم الحين الرسم وخليناكم زي الصناعية على قولتهم الآن دوركم أن تبتكرون أنه تبتكرون عشان تكونوا فنانين طيب تلاحظين فيها جمع الفن التجريدي في ناس يقولون هذا ما له علاقة بالفن أنت كيف رأيك كفنانة؟ الفن التجريدي فن كبير وعميق الفن التجريدي هو تقدر تقول أعلى مراحل النضج الفني يعني خاصة لما توصل الفن التجريدي على أصوله ترى الفن التجريدي مو مرحلة فلسفية فكرية مرحلة فلسفية فكرية وعموما الفنان التجريدي الناجح حتى من خطين أو ضربتين بالفرشة ولونين مع بعض يقدر وصل رسالة فنية يقدر وصل لك رسالة بالضبط هذا هو الفرق بين العمل لما توقف قدامه يوصل رسالة تعرف أن الفنان ما وصل للمرحلة النضج هذه إلا لما تسلسل على تجارب وعلى مدارس كثيرة وعلى ممارسات ممكن تكون أخذت من وقته أكثر من عشرين سنة بالممارسة والشغل لكن أنك أنت تجي في بداية المشوار وتقولي أنا فنان تجريدي لما تتقابل العمل الفني تلاقي فيه أنه عبارة عن تركيب لوني فقط لا غير أكثر مما هو رسالة أو وصل لك قصة معي في ناس تعتبرها نوع من العبث الفن التجريدي وسهل منه أي واحد يعمله لا هو من أصعب الفنون شوف أنا الحين ما دخلت للتجريدية البحتة يعني لسه على أعتابها يعني أنا تطورت من الواقعية للتأثيرية للانطباعية قاعدة أحاول الحين أدخلت المدرسة التجريدية بس تقدر تقول لازم يكون موضوع وتسلسل عشان تصل فيها لكن أقارن نفسي بالفنانين اللي انتقلوا على طول وما أعطوا نفسهم حقهم في الخبرة تجاربهم تجريدية ما هي يعني تظل تناظر فيها نقاط ضعف غير مقنعة ثنيا غير مقنعة لأن الموضوع هو عبارة عن شعور أكثر مما هو بس لوحة أنت قاعد تشوفها طيب خليني أختم معك باختيار الألوان نحن كم متخصين كما نفهم وش الفرق بين اللون الزيتي والألوان العادية هل يفرق في نوع اللوحة في طريقة رسمها؟ يفرق يعني في عندك ألوان الزيت في عندك ألوان الأكريليك هذه تقريبا ساعدة في المجال في الأعمال الفنية كل نوعية ألوان لها أشاقها أنا من أشاق ألوان الزيت معني قاعدة أدخل في الأكريليك حديثا ألوان الزيت يعني اللون الزيتي هو بطيء الجفاف يمديك تتعامل مع العمل تعدل عليه تضيف عليه مرونة ياخذ وقت طويل صحيح بس تحس لما إذا أنت العمل الفني تحس عمل فني دسم يعني من ناحية لونية الألوان الأكريليك جميلة من سريعة الجفاف بسرعة يعني تحس نفسك تنجز فيها أكثر من الألوان الزيتية بس يظل اللون الزيتي أنا بالنسبة لي معني قاعدة أشتغل أكريليك الآن اللون الزيتي له هو المعبر الأكبر يمكن لك كفنانة بالنسبة لي كثير هذا أفضل نوع تتعاملين معه هل في فرق في الصعوبات بينها على حسب ترى هي تظل على ميولة الفنان على حسب الفنان على حسب الفنان يعني تلقى أغلب الفنان ترى جرب كل الأنواع وتلاقي يلقى نفسه في نوعية ألوان معينة لكن دائما غالبا الفنانين والواقعيين تلقى هم يميلون للألوان الزيتية أكثر من الأكريليك لأنها تعطي مساحة والواقع يطول في العمل الفني فتخدم الألوان اللي ما تجف بسرعة ألوان الأكريليك لا تلقى أكثرهم الانطباعيين التأثيريين وتجريديين هل فيه ألوان مفضلة لك محببة لك؟ يعني فيه بعض الفنانين تلقى مثلا اللون الأسود هو اللي غالب على لوحاته اللون الأحمر بالنسبة لك هل فيه لون محدد أو أنه يعني؟ بالنسبة لي سبحان الله تسلسلي على الألوان تلاقيني مانب من نوعية لأركز على لون واحد يعني تلقاني أميل مجموعة لونية معينة أطلع منها سلسلة لوحات لما أوصل مرحلة تشبع من اللون تلقاني أنتقل للون ثاني فيعني ممكن لو تناظر أعمالي الفنية تلقى أغلب الألوان داخلها فيها ما عندي لون واحد سائد أو مسيطر على جميع أمال الفني مستوعبة كل الألوان مستوعبة كل الألوان لأنها هي المتنفس تقدر تقول يعني فإذا ما أخذت راحتي في اللون ودخلت في كل الدراجات اللونية ما حسني أشبعت ذاتي الفنية يكون يعيوصي للتعبير حرة يعني منطلقة أكثر منه يعني تتحدث في لون واحد شكرا لك السادة سمر على وقتك الكريم شكرا لك وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع نلتقيكم الأسبوع المقبل إلى اللقاء شكرا لك